عقد رئيس عبدالفتح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظره الإيرتري أسيس أفرقي والذي يزور مصر حاليا وأوضح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين تضمنت تأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق النقل في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وفي هذا الإطار ركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التضفق الاستثماري عبر دعم توجد الشركات المصرية في السوق الإيرتري في القطاعات ذات الأهمية والاهتمام والأولوية للجانبين والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر حيث ناقش الرئيسان ما تشهد هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة وأكد أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع وإطلاق مصارح للدولتين فضلا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة هذا وقد تبحث الرئيسان كذلك بشأن تطورات التي يشهدها القرن الإفريقي حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا في إطار مساري الدول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جدة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار وبما يضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته وأماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر